ولكن خلينا وجه السؤال بالنسبة للتفاهم أو المهارات في التفاهم طبعاً ده بيتطلب كمان نوع من الحكمة والتعامل في نفس الوقت المهارات التواصل دي بقت علم بيدرس في شركات ومهن كتيرة فبالأول احنا نتعلمه في العيلة يعني فمثلاً لما ما فيش بيت ما فيهوش نتجرح من بعض ببساطة أو يبقى فيه مشاكل بس أنا بتناول الأمر ده إزاي وأكون عايزة أقوله أنت جرحتيني يقولك لأ أنا مجرحت كيش فنقول فيه مهارة اسمها ابتدي بأي ميسج أنا أنا حسيت أني اتجرحت من كلمة الفلانية ممكن يبقى أنا مش قاصد بس أنا لكن لو قلت له أنت هيبقى ردها هو أنت اللي بتفقري غالط فبوكت يعني توضح أكتر بأمت لأخت أليسة يعني مثلاً حتى لو واحد مش بيزبط مواعيده وجاي متأخر أنت تأخرت علي أنت بتعذبني أنت مش شايف الأهمية بتاعتنا أنت مش شايفني مهمة ده هيخليه هو أنا بلعب هو أنا يتغصب عني ما أنا في الشغل أنت اللي مش حسة وأنت اللي مش مقدرة هيبقى أنت 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 لكن لما الاقتراح عشان ما يحصلش كده فأنا وعندي رسائل أولها أنا أبتدي بيها ما أقولش أنت ما فيش اتهمات ولا حكم ولا إيدان لأن ردها هو أنت ونمسك في بعض الحاجة التانية أي مشكلة ما فيش بيت ما فيش مشكلة إزاي يخلي المشكلة مش بيننا لكن تحتينا بنتعامل معا بحيث أن أنا أقوله أنا حسيت كذا كذا واحتياجي كذا كذا فإيه رأيك نتفادى المشكلة دي بالحل الفلان فأنا بحط المشكلة مش بتهمه وبحكي مشاعري إيه بسبب المشكلة دي وبحكي احتياجي مثلا لو هو أحرجني قدام أهله أقوله أنا اتقلمت وأحرجت جدا لما قلت لي التوبيق ده قدام أهلك أنا عندي احتياج أنك تقدرني قدام الناس ممكن الاقتراح بقى ممكن لما عندك ملحوظة تقول هالي بني ما بينك أو تستنى لما نروح ونقولها مع بعض دي تتفادى المشكلة لأن واحدة من الصعوبات هو الاحتفاظ من خزن بالذات العرب من خزن غضب جوانا ويمكن يوصل لوضع خلاص صار عندي مرارة من الموضوع ولكن ممكن أنا لو حكيت معاه كلمته من البداية كانت تحديت أو يعني تفديت مشكلة أكبر وهو مهارات كتيرة لسه في مهارات كتيرة يعني المثال اللي قالته ألس دلوقتي أعيز أقسمه لأربع مهارات أول حاجة هي أولاً استخدمت عبرت عن مشاعرها أنا مش مطلوب مني أن أكتم ولا أخزن وإلا همفجر بعد شوي بس عبرت بالآي ميسش الجملة تبدأ بكلمة أنا أنا تعبير أنا اتحركت أني صوتك علي في وسط عائلتك وأنت بتكلمني الخطوة الثانية أنا كنت محتاجة يوصلني احترام قدامهم الخطوة الثالثة ممكن أقول لو في حاجة أنت شايفها مش مظلوطة يريد تخذني على جنب وتكلمني أنا بقول مشاعري بالآي ميسش وبعدين بقول احتياجي وبعدين بقول الاقتراح اللي أنا محتاجه يحصل في مثل هذه المواقف مش يعني أسيب الموضوع ممكن الزوجة ما عرفش بقى أنت أقول أنت شوف أنت لا أنا هقول أنا احتياجي إنما يكون في حاجة أكلمني بس بيني ما بينك مش لازم صوت العائل أنت أحرجني وأنا محتاجة أحس باحترامك ليا قدام الغرباء نهاية ترجمة نانسي قنقر شكرا